السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا ليوم الاثنين 17 حزيران يونيو القمر اليوم طبعا اليوم عندنا مجموعة من التحركات والزوايا أيضا القمر موجود في الميزان رح ينتقل للعقرب في ساعات الصباح وأيضا عنا انتقال الزهرة وعنا انتقال عطارد الاثنين اليوم رح ينتقلوا لبرج السرطان والحلقة صارت موجودة على القناة بتفصيل كامل للحلقتين في حلقتين موجودات للكوكبين موجودة على القناة بتمنى انكوا تسمعوهم عشان تستفيدوا من الفترة القادمة القمر طبعا موجود في برج الميزان لغاية الساعة 6.37 دقيقة صباحا من صباح اليوم بتوقيت جرينيتش بعدها بده ينتقل للعقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 4.31 دقيقة من عصر يوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد هذا يعني بعطي دلالة ممتازة رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.29 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بعدها رح ينتقل القمر لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما أنه لغاية ساعات الصباح موجود في برج الميزان معناته بتظل فترة قوية جدا لتعزيز العلاقة العاطفية أو الروابط العاطفية لعلاقاتنا مع الأحبة أو تحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا ومنميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحبر المنسي واضحين بين العشاق ولكن الغير زي ما حكينا دائما لما يكون القمر في الميزان بتلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراشة جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة هي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين نيبتون هاي زاوية رح تكون الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ذروتها طبعا تأثيراتها إلها ثلاث أيام سابقة ومستمرة لثلاث أيام قادمة هاي زاوية بتذكرنا مشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا بتسبب إنها نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية بتشجع الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات والأدوية والمهدئات أو المنشطات زاوية التربيع هاي طبعا خطرة جدا عادة لما بتصير هاي زاوية بتتزايد خلالها التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال أو الأمور اللي تتعلق بالتحرش اللا أخلاقي بتدل على تراجع مدخيل الأسطول البحري والصيد البحري والصناعات الصيدلية وكذلك صناعات النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين في بعض القطاعات الأعمال الفنية اللي تطرح للأسواق في هاي الفترة ما بتلاقي النجاح المطلوب بل ممكن هتيجي بنتائج عكسية غير المتوقع بسبب غياب الحس الفني فيها وبيلاقي بعض الفنانين خيبات أمل وهجوم أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ستة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس أكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ستة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وعشرين دقيقة صباحا من صباح اليوم الزهرة طبعا رح تنتقل من برج الجوزاء لبرج السرطان ورح يظل موجودة في برج السرطان لغاية الساعة أربعة وثمنتعشر دقيقة بعد عصر يوم الخميس احداش سبعة طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة للراغبين بالاستفادة بالمعلومات والتوقعات القادمة الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج العقرب عشان هيك من ساعات الصباح خلاص ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا بننتقد يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهيمن في حياتنا منكون بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او ضغط عاطفي فيمكن انهم ينفجروا عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد في من حولهم عند اي شيء بسيط يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التامين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار مهم مثلا او مثلا استئجار او شراء منزل بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة 6.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا ان نعيش اوقات ممتعة جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة برضو الها تأثير تقريب الثلاث ايام ومستمر ثلاث ايام قادمة وهي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بالنسبة لهذه الزاوية بيكون عندنا صعوبة بمعرفة مشاعر الاخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم او عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتج عن ذلك وممكن نرتكب بعض الاخطاء في احكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات امل تجعلنا نرتكب بعض الاخطاء في احكامنا بشكل مباشر بسبب حسيسيتنا او تسرعنا او حتى الوسواس والشك اما دوليا فهي بالدل على وقوع جدل بين احزاب اليمين واليسار اغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري او الاشتراكي مما قد يتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات بخصوص الاعلام او الترويج لشيء معين او اخفاء بعض الحقائق الاعلامية اللي بتكون مدوية على مستوى القطاع البحري والمجال الفني برضو بيشهدوا نوع من انواع التراجعات حتى التراجع رح يكون في المبادلات التجارية البحرية او الامور اللي تتعلق بالسوائل او برضو احداث لها علاقة بالامور البحرية سفن او امور تتعلق بالمياه برضو بتعمل نوع من انواع النزاع بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا الحدث الثاني وهو انتقال عطارد من برج الجوزاء لبرج السرطان اللي رح ينتقل الساعة التسعة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم ورح يظل موجود من الجوزاء للسرطان ورح يظل موجود بالسرطان لغاية اليوم الثلاثة اثنين سبعة تمام الساعة اتناعش وتسعة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش برضو الحلقة صارت موجودة على القناة لاللي بحب يستفيد ويعرف ايش التأثيرات على الفترة القادمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين من من حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للامور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين الزهرة اللي رح ينتقلوا مع بعض اليوم بشكل زاوية اقتران الساعة 12 و42 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بتعزز المواهب الفنية والادبية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهو الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الاخرين من استفيد من الراحة اللي بتوفرنا اياها هاي الزواية بالدعوات اللي بترافقها نوع من انواع التسلية او التنقلات او السفريات وبرضو بتدل على توجه وسائل الاعلام للتركيز على الميدان الفني وتتبع اخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية اللي تقام وانتاجات الفنية وعطائهم كما بتزيد بالاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالمرأة وحريتها وخصوصا فئة الشباب هاي الزاوية بتخفف شوي من وطئة الزاويتين التربيع ولكن بتكون مخادعة شوي يعني فيه نوع من انواع المخادعة بسبب هاي الزاوية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة سبعة وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكونوا محبطين عاطفيا بالفترة هاي يعني سهل جدا انهم يثوروا ثورة عارمة من الغضب عند اي انتقاد او اي مواجهة ابتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا لأقصى الحدود السلبي بتسبب بنا نوع من انواع الخصومات وخصوصا مع النساء ويستحسن ان لا نقوم باي عمل مهم ونحاول ان نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لالها طبعا من الان وحتى ساعات الصباح عندنا الكلة والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسلين أسفل الظهر والزائد الدودية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العنى والجينات هاي العضاء هي اللي بتصير أكثر حساسية طيلة النهار بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي الأعضاء اللي ما ذكرناها قبل قليل خصوصا لعضاء التناسلية ما فيه أي مشكلة للأمور اللي تتعلق بالبطن أي شيء غير البطن ما فيه أي مشكلة مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لكن التكميم ما بننصح فيه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر ولكن اللي ما بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم عملية إزالة الشعر ما فيه أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج العقرب خلو المسار القادم بيكون يوم الأربعاء الساعة أربعة وثمنتعشر دقيقة بعد العصر بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة أربعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمر احد عشر يوم الساعة اتناعش وثلاثين دقيقة ظهرا بصير اتناعشر يوم نبدأ باليوم الاثناش نسبة الإضاءة ثلاثة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 20-6 سعيد الآن بنسبة 70% ساعات العصر سعيد بنسبة 45% القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب ورح يستقر في العقرب من ساعات الصباح رح يظل في العقرب ليوم 19-6 سعيد بنسبة 45% عطارد في الجوزاء ورح ينتقل للسرطان ورح يظل في برج السرطان لغاية يوم 2-7 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% الزهرة في الجوزاء ورح تنتقل للسرطان ورح يظل في برج السرطان ليوم 11-7 منتحس الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات الفجر بتصير سعيدة بنسبة 5% المريخ في الثور حتى يوم 20-7 منتحسة بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19-10 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% وقرانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بتكون تجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر واضبطوا عصابكم من الانفعال والعصبية أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية لا تهملوا صحتكم بتصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار في بعض المكاسب المالية أو الحلول المالية بتنتظرك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم ما تبادروا لعمل جديد ولا تهملوا صحتكم واضبطوا عصابكم لأن القمر بتجه لمقابلتكم في ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة حالجي الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاضر القطيعة والدعاوى القانونية خصمك اليوم قوي والعرقي لبتستفزك حاول تعمل بشكل روتيني برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيظل تعزيز العلاقة مع الأحبة وبوسعكم قضاءهم ممتع معهم أو تعزيز العلاقة مع الأبناء أو ممارسة هواية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي وحاذر من المشاكل الصحية بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تتجنب ويدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت أو المشاكل العائلية أو الحدية بالتعامل مع الأحبة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا الأجواء بتتغير بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات تلطف الأجواء وعد العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وبتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر بداية مرحلة جديدة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اللي بديه تقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد حاوله أنكم ما تعتمدوا على الحضود رغم أنه بتظل فيه نشاط بالتواصل والاتصالات والحركة والتفاهم مع المحيط وقدرة الإقناع من ساعات الصباح وما بعد بتفضل التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون تجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة لتعزيز العلاقات برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وبرضو انتبهوا من النصابين والمحتالين والمغامرات المالية وخصوصاً يعني بساعات المساء الأجواب تظل داعم لإلكم بقوة على المستوى المالي ممكن تحصلوا بعض المكاسب من ساعات الصباح هنا بتنشطوه بالتنقلات والسفريات والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بالضل ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط مع هيك حاولوا أنكم ما تبدروا لأي عمل جديد بل وصلوا أعمالكم الاعتيادية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وأنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة رح تهتم اليوم لمواضيع مالية أو استشفائية أو ممكن تحصل أو تحل بعض المسائل المالية المعقدة برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فبظل التعب مسيطر عليكم حاولوا تعملوا بشكل روتيني ما تبادروا بقرارات أو تحسنوا أمر في هذه الساعات وحاول إن قدر الإمكان تبعد عن المشاكل من ساعات الصباح وما بعد أنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم اخلدوا للراحة بيطرق تغيير الأفضل على صحتكم بين ساعات الصباح وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء اللي برضو لغاية ساعات الصباح لا تعتمدوا كثير على وعد ممكن يقطعوا لكم أحد الأصدقاء ممكن تشاركوا في حفلة أو مناسبة وحاول تستغل هذا الوقت لإنجاز بعض الأعمال المهمة أما من ساعات الصباح القمر بوصل لبيت المتاعب فهون بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبل والالتباسات اعمل بشكل روتيني بالنسبة لمواليد برج الجديد طبعا بتكونوا تواصلوا أعمالك الاعتيادية وما تبادروا لعمل جديد وعززوا علاقاتكم مع المسؤولين وحاول إنك ما تغامر وما تجازف وتشوه سمعتك من ساعات الصباح هنا بتلتقوا الأصدقاء بإمكانكوا تبادروا لملاقات الآخرين بيطمئن بالك لأنه اليوم تجد حليف يدعم تصوراتك رح تنشط اجتماعيا بشكل كبير وممكن تعزز علاقاتك أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أهم إيش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات إذا أردت النجاح برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا القمر رح يظل موجود في البيت التاسع لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بظل إمكانية تعزيز العلاقة مع الأجانب أو أشياء خاص خارج البلاد أو اتصالات بعيدة أو الامتحانات بظل وارد ولكن في ساعات الصباح اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بدو يركز بشكل جيد أما من ساعات الصباح وما بعد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتبدأ مرحلة ممتازة للأشخاص اللي بدون يبحثوا عن عمل أو يقدموا طلبات أهميش أنك ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بظل الاهتمام بالمسائل المالية اللي لها علاقة بالأموال المشتركة اتجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة وما تغامر بأموالك مهما كانت المغريات خفف من النفقات أيضا وما تكفى الحد وما تضمن حد خلال هذا اليوم أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتبدأ مرحلة جديدة بتنشغله في مسائل تتعلق بسفر أو اتصال بعيد ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو أخذ دورة بسياق معين حاول أنك تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك وما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لخال التجربة الجديدة وتعزيز العلاقة مع الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء